يواصل المواطنون المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاع بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 وتواصل سفرات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري هذا وتستمر عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم حتى تسع مساء بتوقيت المحلي لكل دولة في البعثات الدبلوماسية والقنصولية ب137 مقرا في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تبلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقرأة رقم قومي أو جواز السفر المميكة للناخب بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفرات ببرامج مخصصة لإدارة العمليات الانتخابية وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بالخارج مذوء الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع وأشهدت الجالية المصرية بحسن سيري وسلسة العمليات الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن لرقم قومية وفي الأمارات العربية المتحدة يوصل أبناء الجالية المصرية بأعداد كبيرة التوفد على القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وحرصت البعثة الدبلوماسية في دبي على تزليل كافة العقبات أمام الناخبين مذ ساعات الأولى لبدء عمل لجن التصويت في يومها الثالث للمصريين بالخارج خاصة مع رصد طوابير من الناخبين هذا وبدأت أيضا عمليات تصويت للناخبين المصريين بالأردن في مقر السفارة المصرية بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقب وبدأت توفد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للأردن وتستمر حتى الساعة 9 ساعة مساءا بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وقدمت السفارة المصرية بالأردن بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كبيرة للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية هذا وتستمر عمليات التصويت للمصريين في كل من اندونيسيا وبيتنام وتايلاند في اليوم السلسي والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج هذا وتنتهي اليوم عمل تصويت في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم اشتركوا في القناة